سعيا لإعطاء زخم جديد للمظاهرات التي بدأت قبل أربعة أشهر عاد محتج حركة السترات الصفراء إلى الشارع مجددا للأسبوع الثامن عشر مظاهرات هذه المرة أخذت منحا جديدا وشابتها أعمال عنف في عدة مواقع وخلال اجتباكات مع المحتجين أطلقت الشرطة الغاز المسيلة للدموع ولجأت لخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين ووسط سحب الغاز المسيل للدموع رشق المحتجون شرطة مكافحة الشغب أمام قصر النصر في باريس الذي تعرض للتخريب في ذروة الاحتجاجات في دجانبير الماضي وتم إشعال نيران متفرقة في عدة شوارع كما هشمت واجهات مطعم نراق في شارع الشونزيليزي في باريس وزير الداخلية الفرنسي شدد على حزم السلطات في مواجهة أي انحراف للاحتجاشات مسؤوليتنا هي الحفاظ على النظام العام من خلال التصدي لأي أعمال عنف لأننا نحتاج إلى استجابة متناسبة ولكنها حازمة للغاية يمكننا بالطبع أن نرى أن هناك أشخاص عنفين للغاية في المظاهرات ويستجبون لأوامر قادة سطرات الصفراء وتعهد المحتجون بجذب أعداد أكبر من المتظاهرين بمناسبة الشهر الرابع على انطلاق الحركة في منتصف وانبير احتجاجا على زيادة الضرائب على الوقود التي ألغيت لاحقا وارتفاع تكاليف المعيشة وحسب أرقام الداخلية الفرنسية التي ترفضها حركة السترات الصفراء وصل عدد المحتجين يوم السبت الماضي إلى نحو 28 ألف محتج وهو ما يشكل انخفاضا بعشر مرات مما كانوا عليه لدى انطلاق هذا التحرك وقبيل الاحتجاجات نشرت السلطات أعدادا كبيرة من قوات الأمن تفاديا للاضطرابات وأعمال النهب التي سادت الخشية من وقوعها مع تجدد المظاهرات